وعليكم السلام سيد عدل إلى أين وصلتم من مرحلة الصيانة للشبكة الرابطة بين القوارشة ومراوة؟ والله بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهود الشركة العامة للكهرباء وشركة المشروعات الكهربائية الشركة المنفذة لإعادة إعمار شبكة القوارشة ومراوة والتي ستستهن في حل مشكلة طرح الأعمال في منطقة الجبل الأخضر الجوم انتهى للأعمال بالكامل والآن أبلغوني جماعة أن تم شحن الدائرة من منطقة المراوة إلى منطقة القوارشة وهذا خبر عظيم وخبر كبير لنا نحن وفيه مفارقة في هذا الأمر إن وحدة ليبيا كانت ثلاثة أقليم برقى طرابلس فزان وجاء الملك دريس الراحل الملك دريس رحمة الله عليه ووحد الأقليم الآن الشركة العامة الكهرباء هذا اليوم تستطيع أن توحد الأقليم الثلاثة بربط دوائر القوارشة مراوة والتي من شأنها أن تجعل الشبكة الليبية سواء كانت الشبكة الغربية الجناح الغربي أو الجناح الشرقي أو الجناح الجنوبي ليبيا من المساعد إلى راسي شدير إلى سبعة إلى الكفرة أصبحت مربوطة كلها الشبكة الليبية كلها بالكامل نعم طيب بالنسبة لطرح الأحمال في منطقة الجبل الأخضر هل سنشاهد طرح أحمال أم تقل عدد الساعات أم ماذا بالضبط الصورة كالتالي بعد الانتهاء من أعمال الرضب وشحن الخط تبقى مشكلة الوقود في محطتي السرير وزويتينة في حالة الشركة البريجا مشكورة وفرت لنا الكيميات المطلوبة اللي هنا 2 مليون لتر مكعب لمحطة السرير و800 ألف لتر مكعب لمحطة زويتينة لن يكون هناك أي طرح أحمال في المنطقة الشرقية والوسطى من الرأس منوف إلى مساعد نعم نعم الأزمة أزمة وقود يعني الحالية أزمة وقود ولكن نحن اللي نبشر به الشارع في المنطقة الشرقية وحتى في ليبيا تلها هو اليوم يعني قبل حوالي دقائق تم بعد انتهام العمال تم شحن الدائرة ما بين محطة القوارشة ومحطة مراور وغدا إن شاء الله ستقوم إدارة النقل بإجراء الاختبارات النهائية ومن بعدها يتم الشحن من القوارشة إلى جمينس وبالتالي تكون الشبكة من رسلوف إلى رسج دير مربوطة بالكامل وتعتبر حتى بالشبكة الغربية مربوطة ولكن إن شاء الله في حال تحسن ظروف الشبكة الغربية وأصبحت المشاكل الفنية العائقة عمامنا سيتم الرابط مع الشبكة الغربية وبذلك تكون الشبكة الليبية عادة لجديد نعم بتواحد ليبيا وتقول ليبيا كلها مربوطة مع بعض نعم شكرا جزيلا لك السيد عادة للبيجو بالناطق باسم الشركة العامة للكهرباء ترجمة نانسي قنقر